اشتركوا في القناة رامي قولي نبدأ معك بقى يعني قصة الاهلي والمنتخب سريعا عشان برضه في عندنا ملفات كدير كنت شايف ان يعني كان لابد من يبقى في ايه تنصيق مبينا نادي الادارة النادي الاهلي وادارة منتخب الوطني ولا انت شايف انه في ان نقول المنتخب بيقول اللي هو عايزه ولا برضه نراعي مصالح الاندية وتمثيلها المسر في المحافلة الدولية خلانا اقول هي كانت ازمة بدون ازمة يعني الفترة الفاتت دي يعني الفترة الفاتت شاد وجزب بعض الشيء ولكن في النهاية طبعا كان فيه خلانا اقول كان فيه توصل خلال الفترة الفاتت كابتن محمد غرابة مدير المنتخب مع كابتن خالي بيبو كان فيه تنسيق كامل فيه ضم بعد اللعيبة وطبعا انت عارف انه هو دايما النادي الاهلي في فترات الاخيرة عز محمد هو له نصيب الاسد في عدد النجوم الموجودين في المنتخب خلال الفترة الفاتت دي خاصة النادي الاهلي ظهر بشكل كويس جدا ففيه عدد كبير من لعابة النادي الاهلي موجودة مع المنتخب عشان كده النادي الاهلي حصلت جلسة زهوم ما بين فيتوريا وما بين كولر قبل معسكر المنتخب واتفقوا ان هم هيدموا بعض اللعيبة مش هيدموا العناصر كلها اللي موجودة في النادي الاهلي او اللي محتاجة فيتوريا على اساس ان هو يسيب برضو عشان النادي الاهلي عنده مباراة مهمة قدام اتحاد العاصمة ودي مباراة بالنسبة له بطولة فخايب برضو من اللعيبة بتاعته تصوف فتم اختيار أربع لعيبة كان فيه اتفاقة كان فيه اتفاق كان فيه تنصيق كان فيه تنصيق وفجأ ولكن بعد كده فجأ الجهاز الفاني المنتخب أن النادي الآلي بطلب إعفاء لعبته من معسكر ستامبر ده اللي تسبب في الأزمة ولكن في النهاية النادي المنتخب له حق دي أجندة دولية له الحق أن يضم اللعيبة اللي هو محتاجها في معسكر أنت ما تقدرش تمنع لعيبة النادي الآلي أو أي نادي يمنع لعيبة النادي الآلي هو الأهل ما منعشها بس كانت مشكلة تنصيق بس هو طلع بعد كده كان يطالب يعفاء لعيبة أوه أنت عندك مباراة مهمة ولكن برضو المنتخب وفيتوريا قاله حتى في المؤتمر الصحفي اللي أخيم من منذ ألان القايمة قالك أنا لو اتغلبت أو حصل لي حاجة ما فيش حد هي بمعنى كلامه كده ما فيش حد أوه هي هتبقى الانتقادات بالنسبة له قوية جدا ولكن في النهاية أعتقد الأمور وصلت يمكن انضم الرباعي النادي الآلي اتضم خلاص معسكر المنتخب وأعتقد أن بعد المباراة هو آلة حتى في المؤتمر الصحفي أنه هيبقى فيه تنسيق وهيشوف الأولوية بالنسبة له إيه وأعتقد أنه بنسبة كبيرة جدا وارد جدا أن يسيب الرباعي النادي الآلي على أساس أنه تقع عنده مباراة مهمة جدا وارد أنه بعد مباراة السيوبة اللي هي بالنسبة لنا تحصيل حاصل ولكن هي مهمة أن السيوبة فازت عليك في مرات الزاوية تعوض برضو تعوض هذه الخسارة فوارد جدا أنه يمكن يترك الرباعي للنادي الآلي عشان مباراة الاتحاد العاصمة وفي النهاية أعتقد أنه فيه تواصل وفيه يعني تواصل دايما ما بين فيتوريا عجبني جدا أنه هو تواصل مع جميع المدارمين اللي موجودين في الأندية المصرية بيتواصل معهم أعتقد أنه يبقى فيه اتفاق ومش يبقى فيه أزمة إن شاء الله خلال الفترة اللي جاي التناول الإعلامي أنت أحد أهم من الناس المميزين في النقد الرياضي وموقع دايما في المستقية ومنتبعك ومنتبع أراءك شفت التناول الإعلامي للمضادة إزاي بأمانة بص إحنا سيبنا الطرف اللي هو الأساسي في الأزمة من الطرف الأساسي هو الكاف الكاف حدد أجندة دولية تنتهي يوم 12 وبعد كده بيعمل مباراة مؤمنة ما بين الأهل والتحاد العاصمة في السوبر الأفريكي يوم 15 زي ما زميلي رامي زكر كان فيه تنصيق في البداية ما بين فيتوريا وما بين كولر بيتكلمه عن فكرة عدد اللعيبة والكلام ده كله لكن هو الأهلي شايف أن انت دلوقتي الرباعي غادر المعسكر اللي موجود في النمسا فكان محتاجي يكمله معا المعسكر لنهايته وبالتالي كان طالب بإعفاء ضم اللعيبة كلها من معسكر سبتمبر زي ما حصل اللي طبعا فيتوريا خرج في المؤتمر الصحفي وقال لك التصنيف والجمهور والإعلام هيهجموني لو تعرضت للخسارة وبالتالي أصر على ضم الرباعي بأكد بس أن خلاص محمد غرابة كلم المسؤولين داخل النادي الأهلي وقال لهم أن الأرباعي بقى يلعبوا مغارات إثيوبيا وبعد كده خلي بقى الأزمة بطالها للتحاد الأفريقي هو بطال للتحاد الأفريقي مش هو المرة دي تاني مرة دي تاني مرة كان فيه كاس العالم ونهاية كاس أفريقيا كاس عامل الأندية ونهاية كاس أفريقيا وساعتها قال لك أصل ده فيفا وإحنا كاف فما فيش تنصيق لكن المرة دي كلها في تصفيات أفريقية وكمان سوبر أفريقيا لكن الإعلام دايما بيهاجم الطرف الأضعف أو فيه ناس كتير متبنية وجهت نظر الأقوى وبتهاجم الأضعف بمعنى أنه كله تكلم إن إزاي الأهلي لعبته تروح علشان تكون موجودة في المعسكر وهو عنده مباراة مهمة للأسف الشديد فيتوريا واتحاد القرى إدى للناس دي المبرر لما أعفى محمد صلاح من المشاركة في مباراة إثيوبيا ما تكنعنيش إن رباع النادي الأهلي أهم المنتخب مصر من محمد صلاح طبعا اللعبة كلها مهمين جدا بس محمد صلاح ما ينفعش يكون سليم وجاهز من ناحية الفنية ومن ناحية البدنية وما باباش موجود في منتخب لأين لعب الأهل موجودين هنا في مصر ولا أنه موجود وموجود في مصر وبعدين أجندة دولية مش موجودة هناك مع ليفربول فبالتالي انت ديت راحة لمحمد صلاح كان الأولى تعمل إعفاء كامل للعب النادي الأهلي بس الأزمة زي ما وصد رامي ذكر أنها أزمة بلا لازمة تم انتهاء منها لما لعبت الأهلي هترجع بعد مباراة إسيوبيا وقت كاف من يوم 8 إلى يوم 15 بتتكلم في أسبوع يقدر كلر يجاهز لعبته بإذن الله ما يكونش فيه أي إصابات سواء داخل لعب النادي الأهلي أو لعب منتخب مصر ترجمة نانسي قنقر